في كل حسابات التكامل اللي سوناها قبل كانت بدلالة الاكس يعني كنا لما نبي نسوي تكامل حدود التكامل ناخذها من محور الاكس نروح عند محور اكس ونشوف البداية ونشوف النهاية فهنا الصفر وهنا الاثنين فناخذ حدود التكامل من محور اكس يعني اكس تساوي صفر واكس تساوي الاثنين وكنا ناخذ الدالة العلوية طبعا في هذا المثال احنا قسمنا المنطقة الى قسمين لان الابر تغير الدالة العلوية تغيرت فمثلا في اول قسم ايش سوينا؟ في اول قسم الحدود التكامل من صفر الى واحد غيره من صفر الى واحد كيف حسبناها اولا ناخذ الدالة الاولى اللي هي الابهر بالنسبة المين بالنسبة الاكس بدين نقول ناقص الدالة الثانية بالنسبة الاكس بدين نكامل الدالة الثانية هي اللور طيب الان سؤالي هل بس نقدر نكامل بالنسبة المحور اكس ولا ايضا نقدر نكامل بالنسبة الواي هذا هو محاضرة درسنا اليوم اللي هي area computed by integrating with respect to y يعني نكامل بالنسبة الواي المحور واي فعلشان اكامل ترى كل شي بيتغير حدود التكامل رح ناخذها من محور واي الدوال لازم تكون مكتوبة بدلالة الواي والتكامل يصير بالواي وبدل ما ناخذ ابر ولور نسميها right و left اوكي طيب خلوني احل نفس هذا الاكسامبل اللي انا حليته قبل بس بالنسبة الواي نشوف اكسامبل 1.5 رح نحسب التكامل بالنسبة الواي ونعيد اكسامبل 1.4 اوكي فيقول integrate with respect to y هو يكتب لكم بسؤال انه تكاملي بالنسبة الواي طيب عشان اكامل بالنسبة الواي اولا حدود التكامل لازم ناخذها من الواي يعني قبل انا كنت ااخذ من هنا الى هنا صح الان لا المنطقة تبدأ من وين بالنسبة الواي تبدأ من هنا الصفر الى الواحد سيفين المنطقة كلها جاية في خلال هذه الفترة فاذا نقول من صفر الى واحد طيب حدود التكامل سهل اني اطلعها الان كيف اوجد الدوال بس بالنسبة الواي يعني هي كانت الدوال معطات لي بالشكل هذا انه y تساوي اكس تربيع y تساوي اثنين اكس الدالة نفسها مكتوبة بدلالة الاكس الان انا ابي الدالة تكون مكتوبة بدلالة الواي طيب كيف اغير نمسك الدالة الاولى اللي هي y تساوي اكس تربيع اغير الموضوع بحيث اني اكتب الدالة بدلالة الاكس الان هي مكتوبة بدلالة الواي ابي اكتبها بدلالة الاكس عشان تصير الدالة كلها في الواي يعني كيف أكتبها أقصد أني أخلي الـ x لوحدها في طرف كيف أخلي الـ x لوحدها في طرف رح أخذ الجذر للطرفين أو خلوني في البداية أبدل عشان الـ x تصير باليمين باليسار طيب فالآن ناخذ الجذر للطرفين فتبقى عندي x تساوي موجة بسالب جذر الـ y صح ولا لا إذن كذا أنا كتبت الـ x لوحدها في طرف وصارت الدالة بدلالة مين بدلالة الـ y طيب الآن لاحظوا قيم الـ x ما رح تكون سالبة في المنطقة حقتي دائما بتصير موجبة فإذن المنحنة هنا جاي وين في الجهة اليمنى فبالتالي دائما قيم الـ x رح تكون موجبة إذن رح أختار أن الـ x تساوي بس الموجب يعني السالب لا السالب لأنه ما رح يكون داخل في المنطقة حقتي ممتاز هذا بالنسبة للدالة الأولى حولتها بدلالة الـ y طيب كيف أحول الدالة الثانية بدلالة الـ y عندي y تساوي 2 ناقص x خلوا الـ x لوحدها في طرف فإذن رح أنقل الـ x يسار ورح أنقل الـ y يمين وأغير إشاراتهم كلهم الـ x سالبة لما تروح يمين تصير موجبة والـ y موجبة لما تروح يسار تصير سالبة كيف إذن كدرت أكتب الدالة بدلالة الـ y الآن بعد ما كتبتم بدلالة الـ y صار عندي دالتين وحدة يسرى أنتم الآن بتشوفون على أنها بالشكل هذا أنه وحدة باليسار اللي هي هذه الدالة والـ الثانية وين؟ باليمين اللي هي هذه الدالة فدائما في التكامل بالنسبة الـ y ناخد الـ right ناقص الـ left فإذن الـ right ناقص الـ left مين الـ right؟ هذه الـ right اللي بالـ pink وقيمتها 2 ناقص y بنقول 2 ناقص y هذه الدالة الأولى بعدين ناقص الـ left الـ left اللي هي اليسار هذه الدالة اللي باليسار اللي كان قيمتها جذر الـ y ونكامل بالنسبة الـ y طيب ممتاز الآن لاحظوا هنا قبل لما كاملنا بالنسبة الـ x اضطررت أني أكسم التكامل إلى قسمين لا لأنه في عندي الأبر تغيرت الدالة العلوية لكن هنا لما كاملت بالنسبة الـ y ما رح أكسم إلى قسمين لأنه الدالة خلاص حدها الأيمن ثابت ما رح يتغير حدها الأيسر ثابت فبالنسبة لهذا المثال exact يعني بالضبط لما نكامل بالنسبة الـ y أسهل من أني أكامل بالنسبة الـ x لأن المكاملة بالنسبة الـ x رح تنفصل إلى تكاملين وبيكصير عندي حسابات أكثر لكن هنا لا أفضل إنه أكامل بالنسبة الـ y لأنه ما في عندي انفصال للتكامل طيب الآن كيف رح نكامل عندكم الـ 2 تطلع بر التكامل بأنها 2x صح طيب والـ y بنزيد الـ x واحد ونقسم على 2 ترى ما في شي تغير نعامل الـ y زي من نعامل الـ x بالضبط مجرد إن الاسم تغير بس طيب بعدين هنا جذر الـ y أنتم عارفين إنها هي عبارة عن إيش عبارة عن y أس نص صح ولا لا دائما الجذر هو الأس عبارة عن نص فكيف أسوي أزيدها واحد تصير واحد ونص أو بالشكل هذا لما نزيدها واحد بتصير ثلاثة على اثنين فنقول y رح تصير ثلاثة على اثنين أسها ونقسم على الأس الجديد اللي هو ثلاثة على اثنين بس أنتم عارفين إن مقام المقام اللي هو الأثنين يقدر يصير بس فأنا بشيرة وأحطها في البس هنا فيصير اثنين في y الثلاثة على اثنين على ثلاثة طيب ممتاز بس كذا أنا أكون كاملت أعوض في التكامل هذا من صفر إلى واحد لما أعوض أول شيء أبدأ باللي فوق اللي هو الواحد فأفتح قاسين ساري أفتح قاسين وحط بينهم إشارة السالة بعوض في البداية باللي فوق اللي هو الواحد فبيصير اثنين في واحد اثنين ناقص واحد تربيع على اثنين نص ناقص اثنين في واحد والثلاثة على اثنين على ثلاثة يصير اثنين على ثلاثة الحد الثاني بعوضوا بصفر كلهم بصرون أصفر صاري هنا أنا غلط المفروض أكتب y معلش لأنني بتعودي على x فإذا هنا نحط y طيب الآن أعوضوا بصفر بيطلع كلهم أصفر طيب بسطوا دائما نوحد المقامات بضرب هنا بالثنين أو خلي المقام كله ستة فبيصير هنا ستة وهنا بضرب بستة هنا بضرب بثلاثة ولبسط ثلاثة هنا بضرب بثنين ولبسط بثنين بيصير عندكم هنا اثنى عش ناقص ثلاثة ناقص أربعة على كم على ستة يعطيني اثنى عش ناقص سبعة على ستة تساوي خمسة على ستة والجواب اللي ظهر معنا نفسه بالضبط لما كاملت بالنسبة للx اللي هو example 1.4 كلهم بيعطونكم نفس الجواب سواء كاملتوا بالنسبة ال y او كاملتوا بالنسبة ال x كلهم بالنهاية نفس الاجابة بس احيانا يصير ال y افضل احيانا يصير ال x افضل في هذه الحالة ال y افضل لانه ما اضطرنا الى اننا نفصل التكامل لكن لما كاملنا بال x فصلنا التكامل الى قسمين ننتقل الان الى example 1.6 يقول لي نفس الشي the area of region bounded by function of y يعني راح نكامل بالنسبة ال y فطالب مني find the area bounded by the graph هو كتب لكم الدالة direct لبدالة ال y x تساوي y تربيع و x تساوي 2 نقص y تربيع فاذا نجاهز لكم الفنكشن بدلالة ال y الان بس احدد المنطقة على محور y اشوف من وين تبدأ هو مضح لكم بالرسم ان كل هذه المنطقة بادية من سالب واحد الى ان واحد فاذا دائما اخذوا حدودة كامل بالنسبة ال y اذا جيتوا تكاملون بدلالة ال y فنكتب من سالب واحد الى واحد ممتاز طيب بعد كذا الدالة في عندكم يمنى وفي عندكم يسرى اليمنى اللي هي بال pink هذه كتب لكم قيمتها تحت 2 نقص y تربيع فاذا ناخذ ال right نقص left طيب ال right قلت لكم هي 2 نقص y تربيع لازم تصير الدالة بدلالة ال y بعدين نقول نقص left الي هي بالسماوي هذا الجزء كله الدالة ما اعطيكم اياها فوق هي y تربيع فاذا نكتب نقص y تربيع ونكامل بالنسبة ال y طيب كيف رح يكون التكامل ال 2 بتصير 2 y نقص y تربيع نزيد ال us او قبل لا انا عندي سالب y تربيع وسالب y تربيع بما انهم نفس ال y تربيع متكررة مرتين نجمع المعاملات فتصير من سالب 1 الى 1 2 نقص 2y نقص 2y تربيع dy احسن اختصر كده وبعدين اكامل الان يلا كاملوا تصير 2y نقص 2 كي تطلع زي ما هي وال y نزيد اسها واحد ونقسم على ال اس الجديد ونكامل من او منعوض بحدود التكامل من سالب 1 الى 1 دائما اذا بتكملوا بتعوضون بحدود التكامل افتحوا قاسين بينهم سالب وعوضوا اول شيء بالقيمة اللي فوق اللي هي الواحد بعدين بالقيمة اللي تحت اللي هي سالب 1 لما نعوض بالقيمة اللي فوق بتصير 2x1 اثنين نقص 2x1 تكعيب على ثلاثة بتصير اثنين على ثلاثة طيب بعدين نقول نقص ونعوض بسالب 1 نفتح القاسة الثاني نعوض بسالب 1 تصير هنا عندي سالب 2 نقص 2 في سالب 1 تكعيب بيطلع سالب فبتتغير الاشارة تصير موجب هنا عندي 2 على ثلاثة طيب الان انبسط عندكم 2 نقص 2 على ثلاثة زائد 2 نقص 2 على ثلاثة ايش سوات مسكت القس هذا ووز عفوا السالب ووزعته على القوس دائما لا تنسون توزعون السالب طيب فا الان عندكم اثنين تكررها مرتين يعني نجمعهم اربعة سالب اثنين سالب اثنين بتصير سالب اربعة على ثلاثة نوحد المقامات نقسم هنا على ثلاثة ونضرب هنا بثلاثة فيصير فيصير عندي كم اثنى عشر نقص اربعة على ثلاثة بتعطينا ثمانية على ثلاثة اذا هذه قيمة المساحة المحصورة بين المنحنيين اللي بدلالة الواي اشتركوا في القناة